تواصل جمعية الشارقة الخيرية تقديم مساعداتها للاجئين في المخيمات الأردنية ضمن حملتها شتاء دافئ محتفلة خلال وجودها بعيد الاتحاد لدولة الإمارات مفدنا محمد عبدالله والتفاصيل ضمن جهودها لتحقيق التعاون في دعم الإنسانية جاءت زيارة وفد جمعية الشارقة الخيرية إلى مقر الهلال الأحمر الأردني في المملكة الهاشمية الشقيقة حيث التقى سعادة محمد راشد بيات نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق بمعالي الدكتور محمد الحديد رئيس الهلال الأحمر الأردني لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التنظيمية فيما يخص العمل الخيرية والإنساني حضينا اليوم بزيارة كريمة من إخواننا من جمعية الشارقة الخيرية التي تجمعنا معهم شراكة مميزة فهم يقوموا بدعم عدد كبير 3000 يتيم بالإضافة إلى تنفيذ نشاطات متعددة في مختلف المجالات فأنا باسمي وباسم جملاء أعضاء اللجنة التنفيذية نثمن هذا العمل الإنساني العظيم وعلى هامش اللقاء الرسمي قام وفد خيرية الشارقة بتوزيع مخصصات وكسوة حملة شتاء دافئ على أمهات وأسر الأيتام للتأكد من استعدادهم لاستقبال موسم الشتاء القارس ليتبع ذلك الاحتفال بعيد الاتحاد الثالث والخمسين للإمارات رفقة الأيتام المكفولين من قبل محسن الدولة ناسبة اليوم الوطن الثالث وخمسون لدولة الإمارات العربية المتحدة أتت جميع الشارقة اليوم للاحتفال سويا مع أبنائنا الأيتام في المملكة الأردنية الهاشمية وهذا المبادر أكيد هي مشاركة لأفراحهم وكي يحس اليتيم أن نقف إلى جنبي أحب أشكر دولة الإمارات التي فرحت أولادنا وخلتهم يعني يفرحوا كثير بالاحتفال وكل الشكر والتقدير مننا إلهم انبسطنا وشكرا وعطونا ألعاب شكرا لكم انبسطنا معكم وشكرا لكم انبسطنا وغيرنا جو وشكرا لها الهدايا أجواء الفرحة انتشرت في المكان مع تقديم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية للأطفال ضمن هذا الاحتفال الوطني بهذه الأجواء الاحتفالية بعيدة الاتحاد لدولة الإمارات تؤكد الجامعية الشارقة الخيرية أنها مثل ما تحرص على تقديم العمل الإنساني تسعى لرسم الابتسامة ونشر البهجة في النفوس لأخبار دار حمد عبد الله الأردن ترجمة نانسي قنقر